هناك اعتقاد أن الناس تخلط ما بين المبيعات وما بين التسويق فهما مختلفين تماماً المفهوم الذي موجود عبد الرحمن أنه أنا أسوق هذا المنتج علشان أبيع وهذا خطأ أنت تسوق المنتج علشان أكبر شريحة ممكن أن تعرفه أنت تسوي بحث تسويق الذي هو الماركت ريسيرش هذا عشان توصل إلى الشريحة المستهدفة التي تبيها أول ما توصل سيكون هناك عمليات بيع ومشترة هذه العمليات هي تدخل فيها استراتيجية البيع ويدخل فيها المهارة ويدخل فيها الاعتراضات اللي من العملة وشون تخطىها الاعتراضات هذه كلها تعتبر من مجال المبيعات كاستشارات أمية بالأمية لها حاجة بس لما تتكلم عن السوق يمكن حتى السوق عام أكثر من أنه متخصص هذا اللي أنا شفته خلال خمسة سنين لطافة شنو معلات هالكلام عبد الرحمن؟ يعني مثلاً لما تقول بزنس كونسولتينج الناس تحتاج استشارات في إدارة الأعمال أو في مجال الأعمال بس استشارات في جانب معين هذه صارت حديثة وحتى في الأسواق العالمية يعني مثلاً في السوق الأمريكي اللي هو التوب في الماركتس لما نتكلم صار في استشارات في تخصصات حديثاً ما كانت موجودة قبل قبل كان في استشارات عامة استشارات في مجال الأعمال استشارات في المجال الفلاني لما صارت في مجالات متخصصة أكثر صارت في استشاريين في البيع في التسويق في المحاسبة في الأمور المالية فهذا اللي عطت فرصة أكبر أن الشخص يفهم احتياجه في البزنس وين؟ وين في أي جانب يطور فاليوم عندنا في السوق الكويتي في شريحة قاعد تقدر هذا الشي وقاعد تشوف أن أنا أحتاج استشارة في جانب البيع الخطة التسويقية عندي ممتازة الأمور المالية ممتازة الملاء المالية زينة بس قاعد أوصل حك شريحة هوايد زينة بس عندي جانب البيع وهذا النقطة اللي قاعد يصير فيها استشارات التدريب اللي أنا قاعد أقدمها اشتركوا في القناة